طيب بروتين فولدين شون هسا يصير بروتين فولدين انتراكشن بتوين امينو أسود تترمين هاو بروتين فولدين انتراكشن 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 طبعا ها كلمة احفظتها اليوم اللي هي عبارة عن معقد ممكن اشيلها خلبي بداية او مهلا التعليم بروتين يعني هذا عندي طبعا راح ارويكم ان شاء الله بنهاية هذه المحاضرة الفيديو جدا رائع راح ايبين انكم اللي حجينة يعني من البداية مداية المحاضرة الاولى يعني خلال هاي ثلاث محاضرات الحجينة كلها راح يبين فيديو واحد عبارة عن اقل من ثلاث دقائق ولكن احنا محتاجين كل هذا الحاجة محتاجين الاشياء النظرية حتى نفهم حتى يكون استيعابنا اكثر فلو نشوف الفيديو اصلا الاول قبل ان نشوف كل هذا قبل ان ندرس كل هذا ما اعتقد راح نفهم هاي الامور كلها ولكن من نشوفه بالنهاية راح تثبت هاي الامور كلها طيب هذا عبارة عن اللي هو عبارة عن حبل اوكي كاعد يلتف كولني فالفولدينغ عمليا مايبلش بالترشيارستر Lil Structure وانما هو يبلش مباشرة بعد مجرد ان يتكون ومجرد ان فرغت في الفرغ ما بين هو أنه البروتين سوى شوية فهنا نسوى فولدين كوولي الترشي كوولي احنا نسوى فولدين اكثر كوولي فهذا دومين وهذا دومين وكل دومين مكون من طيب بعدين سوى فولدين اكثر بعد حتى يكوني الترشي فهذا باختصار شنو معنات البروتين فولدين طيب الان شنو هو يتحكم بالبروتين فولدين شنو يصير اصلا البروتين فولدين متمد على شنو اما تتنافر اما تتجاذب فالاشياء المتشابهة راح تتنافر مثلا اذا كان two side chains او اذا كان مثلا ادي هستدن بهستدن الهستدن مثلا الاشارة المالتة سالبة اعتقد او موجبة اذا ما اعتقد موجبة فنسيت صراحة اا ولكن يتنافر على بعضا مثلا نفرض الاسبروتايت والغلوتاميت الغلوتاميت والاسبروتايت لانتنا ادهم كاربوكسل جروب كاربوكسل ليت فذني راح يتنافر عن بعضها نفس الوقت لو عندي الهستدن مع الهستدن موجب مع الهستدن 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 مع الهستد حتى يصر عندي مثلا إنه وعدنا هذا هنا وهذا لماذا هذا الهي تلوب لأنه هذا لماذا تصل الهي تلوب لماذا تلوب هذا تلوب لماذا تلوب من بعضهم لأنه تجاذب لماذا تلوب لماذا تلوب كل شيء صغير لأنه ذنب إتقربا من بعض أن يتفاعل مع بعض طيب هذا ليش تباعد لأنها تنافر عن بعض فبهذه الطريقة سيصير أني عندي الفولدينج طيب هذا الحاجة قبل شوية حاجة حاجة يعني إذن مؤتمد على الهيدروجين مؤتمد على الهيدروفوبك مؤتمد أيضا على الديسلفايت فكل ذلك يأدن وظيفة معينة يأدن مساهمة معينة في عمل الفولدينج وبالنهاية عمل النيتف قصد بها بشكل الأساسي وشكل الأصل وشكل النهائي للبروتين نسميه نيتف شيب أو نيتف من المؤتمد على البروتينج طيب أنه يجرب أدة وضعيات يعني نهاية مثلا هذا هنا الهيلوكس مرة صار الهيلوكس مرة صار بتاشيت بالبداية بس فمرة صار ألف الهيلوكس مرة صار بتاشيت شاف يا هو الأكثر استقرار بالنسبة إلى ثبت عليه هنا أيضا هذا سوى فولدينج بهذا الشكل هذا الدومين سوه بهذا الشكل فشاف أنه مثلا قبل أن يسوى هذا الشكل سوى شكل ثاني فشاف أنه ذاك الشكل لم يستقر رجع عدل سوى هذا الشكل هذا الشكل بالنسبة إلى أكثر استقرارا فالعملية هنا أيضا أشبه وكأنه البروتين يكون أو يعني البروتين ماتة البروتين يكون تجربة كل ما يسوى تجربة شون الشكل الأنسب الذي يتخذ حتى يعني من يثبت على شكل الذي هو الأكثر استقرار الذي هو ما يكلف طاقة حتى يحافظ على شكله فيسوى كومبروميز أوكي يسوى كومبروميز أنه عرفنا أنه شون كومبروميز من محاضرة المحاضرة المحاضرة مرة شرحتها شون معناه كومبروميز فالمهم يسوى شون نريد أن يحسبها من كل النواحي فيشوف إياه أكثر شكل يرهم يتخذه طيب وطبعا كل هذا يعني اللي يتحكم به هو اللي يتحكم شنو الشكل الأنسب بالنسبة إلى شنو الشكل اللي رح يكون أكثر استقرار إلى رح يتحكم به اللي اللي ان موج ان اتراكشنز اه اوي ها يتنقري اوي او اوي هيتنقري اه صراحة ما أدري ولكن هي معناته يتباعد يعني يتخذ الشكل بحيث يكون ريبولشنز ف يأما اتراكشنز يأما ريبولشنز يعني احنا يعني هو البروتين غايته انه ما يصير تنافر يعني ما رح يكون مستقر اذا اكو درل او اذا اكو مجموعة تتنافر مع مجموعة ثانية اوكي مجموعة تتنافر مع مجموعة ثانية هذا من الوضع المستقر يجب ينع التنافر يعني معناته لازم يبقى ادهن عن بعض فكل الفكرة بالموضوع يعني يوصل الى نقطة معينة بحيث تكلف يعني لا انيرجي ما يستغر الطاقة لو هيتش يريد بس نتخيل الموضوع بس انتو قاعدين تابعوني افتحوا اصابئكم اكبر شي تقدرون علي رح تشوفون انه انتو محتاجين طاقة حتى تحافظون على هذا الشي محتاجين طاقة حتى تحافظون لانه اديكم الظلم مفتوحة ورح تتعبون وتلقائيا رح ترجعها للوضع الطبيعي اللي هي شوية بها فولدين فهاي كنوع يعني نتوصل لكم الفكرة انه البروتين يحاول يوصل الى اكثر وضع مستقر حتى